العطل فني في مايكروسوفت يتسبب بتوقف أربع شركات طيران عن العمل في مطار فينا وإن كان يمكن في بداية الأسبوع كان عندنا برضو خبر آخر متعلق بركاب مصر للطيران اللي ظلوا عالقين في فينا لخمس ساعات بسبب عطل فني طبعا الخلل الفني اللي صار اليوم بشركة مايكروسوفت صراحة وما أثر فقط على مطار فينا أثر على كل مطارات العالم إضافة لعدد من المشافي عدد من أنظمة النقل الميترو القطارات لأنه شو اللي حصل تحديدا حتى نحن نقدر نفهم مايكروسوفت بتقدم نظام ويندوز بتقدم أنظمة سيرفر بتقدم أنظمة استضافة أنظمة تشغيل شركات الطيران والمطارات مرتبطة فيما بين بعضها البعض بهذه الأنظمة يعني الشركة المطار عنده نظام داخلي ولكن في نفس الوقت موصولة على شبكة معلومات طبعا شركة طيران مختلفة عن الأخرى موجودة هذه الأجهزة أو السيرفرات في أمريكا في أوروبا فصار خلل بروتوكولة التواصل ما بين السيرفرات المخدمات الخاصة بهذه المطارات ومراكز أو بنك المعلومات لأنه بنك المعلومات فيه حجز الطائرة وقت إقلاع الطائرة الشيك إن الشيك إن أسماء الحجوزات أسماء الركاة الشاشات بتشافوها بالمطارات كل موصولة بأنظمة تعمل لوحدة بشكل تلقائي 24 ساعة على 24 ساعة بلا توقف نظام الحجوزات اللي إحنا بنقوم فيه نحجز طيران بغض النظر من أي مكان طريقة الحجز هذا كل سيستم موصول ببعض البعض بيحدد السعر بيحدد الأوقات بيحدد لك كل الخيارات فتخيل أستاذ كأني أنا جبت مقص وقصيت هذا السلك وهذا الذي يصل هذه الأمور في بعض البعض هذا بكل بساطة الذي حدث اليوم تخيل اليوم أستاذ ممدوح أسهم مايكروسوفت خسرت صباحا نتيجة هذا الخلل 20% من أسهمها يعني من قيمة السهم حتى نكون دقيقين عفوا من قيمة السهم خسرت 20% طبعا تقريبا بعد الساعة الثانية إلى الثانية والنصف أعنت مايكروسوفت على أنه تمكنت من إصلاح العطل ولكن هذا الخلل يعني جاري فعليا جاري جاري إصلاح الخلل في مطارف ين مطارف ين حتى الآن لم يعلن أن الأمور عادت إلى مسارها شركة ويز اير الضررات شركة يورو وينجز الأجنحة الأوروبية الضررات الريان اير التركيش ايرلاينز يعني وفي بعض الشركات اللي ربما لم يعلن عنها فيات الضررات أما الخلل الثاني اللي صار مع ركاب مصر للطيران على الرحلة رقم MS789 طبعا هذا الخلل ساذ مدوح كان متعلق بالطائرة نفسها طبعا مع الأسف الشديد الطيارة ضلت بعدما عملت يعني بعدما الركاب دخلوا الطائرة والطيارة اتحركت من مكانها إلى منطقة تقترب من مكان الإقلاع أو قبل الإطلاع إحنا بنسميه التاكسيوي يعني مكان اللي هي بتعمل الطائرة فيه تاكسي بتكون عم تتجهز لمرحلة الإقلاع تبين أنه يوجد هناك خلل بأحد المضخاط أو بأحد المحركات التي يعني تولد أعتقد هو شيء بتعلق بالمحرك الأيمن أو المحرك الأيسر هذا ما تسبب الذي تسبب به أنه أنظمة التكييف صار فيها خلل الطيارة ما عاد فيها ترجع كذا يعني صار فيه هنا فيه سوء فهم كتير كبير بصراحة لا مصر للطيران أوضحت ولا شركة مطار فيينا أوضحت يعني الركاب ظلوا موجودين بالطائرة يفترض بهاي الحالة بهيك حالة إصعافية خاصة بدرجات الحرارة اللي إحنا هلا عما نعيشها تتجاوز 30 درجة وخاصة الطائرة كانت بعز النهار تقريباً أو تحت الشمس ففعلياً كانت الكارثة مضاعفة مع الأسف الشديد مطار فيينا على ما يبدو لم يقدم خدمات للشركة المصرية لربما الشركة المصرية لم تكن عندها عقود أو زي كما يقال يعني تفاهمات إضافية مع مع مطار فيينا لإعادة الركاب إلى منطقة إلى قاعة الركاب تقولك أن الطيارة مش قدرة تتحرك فالمفروض كان واجب أنهم مثلاً على الأقل يأخذوا الركاب يركعهم صالة مقابل مئة مقابل مئة وأحنا عما نقول هذا واجب لكن فعلاً ماذا حدث غير معروف أنا حاولت أتواصل مع مصر للطيران طرحةً ما كان في أي إي إجابة منه اتصلنا عليهم عدة مرات حتى نتقصى عن سبب هذه الخلل الذي حدث وليش إذا الحدث يتفاقم بهذه الطريقة طبعاً الخبر نحن نشرنا على النمسا ميديا وأثار حفيزة كثير من المصريين وإحنا عم ننتقد الطيران المصري وإحنا لا عم ننتقد الطيران المصري ولا عم نحمل بالطيران المصري ولكن عما نوصف الحالة التي حصلت واللي بقول أنه مطارب يننا هذا واضح هذا واقع واقع معين فيه خلل صار بالطائرة وهذا ممكن يصير بأي شركة طيران ما له شيء غريب يعني هي عبارة عن آلة وعبارة عن مشين وعبارة عن كمبيوتر وكل شيء ممكن وقابل لأنه نصير بهذا الخلال فبالتالي سيد مدوح على ما يبدو كان يوجد خلل بآلية التواصل ما بين مصر الطيران أو الطائرة أو طاقم الطائرة والأرض مطار فيننا فحدث الذي حدث ولكن أكيد بس هم عرفش تفاصيل فمن أدرج بردن أقول نحن مع من أقول ولكن فيه خلل حصل مع الأسف المتضرر هو فعليا المواطن الذي كان مسجون داخل هالطائرة لمدة خمس ساعة